ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة وطن أهلا بك سيادة اللواء أهلا بحضرتك وكل المشاهدين بداية سيادة اللواء عندما نتحدث عن الشق الإنساني في هذه المعادلة وبالطبع كان لكم مشاركة كبيرة فيه مسألة إيصال المساعدات إلى القطاع في هذا التوقيت مسألة بالطبع استضافة مصر للمصابين كل هذه العوامل كيف كان التأثير المعنوي لها على المصابين وعلى الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع بشكل عام؟ الحقيقة لو حضرتك شفتي ردود الأفعال من عرضة ومبارح في قطاع غزة هتعرفي أن الأشقاء في منتهى السعادة الحالة النفسية والمعنوية لهم مرتفعة جدا نتيجة أن هم حسوا أن مصر بتقف جنبهم وقوف مصر جنب الأشقاء في فلسطين وجنب القضية الفلسطينية ليس غريبا مصر الدولة الوحيدة التي وقفت من عام 1948 وتحملت كل المصاعد وكل المعارك العسكرية وقدمت الشهداء لصالح القضية الفلسطينية من اعتبارا من عام 1948 نمرة اثنين مصر والقيادة السياسية أعلنت أنها تضع القضية الفلسطينية على رأس الأهمية تاعتها وأولى القضايا الرئيسية للدولة المصرية الحقيقة أن السيد الرئيس يعني أنا كضبط صادق وسياسي وكفرد من أصلاب الشعب مواطن يعني سعيد لعودة الدور المصري كقوة إقليمية وقوة محورية مؤثرة في المنطقة العربية ظهور مصر عودتها لدورها الإقليمي الحقيقة ده ناتج عن السياسة الحكيمة اللي اتبعها سيد الرئيس والقيادة السياسية بأنه هو عمل قوة اقتصادية للدولة المصرية عمل قوة عسكرية للدولة المصرية قام بنشاط سياسي كبير رجوع مصري لموقعها الطبيعي كقوة محورية إقليمية مؤثرة ده نتيجة عوامل كثيرة قامت بها القيادة السياسية لرجوع مصري لدورها الطبيعي والمؤثر هذا الدور المؤثر للدولة المصرية الحقيقة بيساعد الأشقاء في قضيتهم وبيساعدهم في الحل بيخلي الصوت المصري صوت قوي ومسموع شفنا الرأي المصري عمل إيه في لديا شفنا الرأي المصري والصوت المصري عمل إيه في أزمة السودان شفنا الصوت المصري بيعمله في قضية سوريا وفي أزمة العراق القوة المصرية القوة للدولة المصرية الحقيقة بتكون عامل استقرار في المنطقة وبتخلي الكل سعيد بهذا الدور الحزب والقوة السياسية في مصر لا تملجر أن هي تقف مجانب القيادة السياسية وتقدم المساعدات التي تقدر للأشقاء مصر لها دور تاريخي ولها دور مؤثر في الأقليم الحقيقة كانت أثر لبعض الفترات ولكن بنجاح القيادة السياسية فعودتنا للمكان الطبيعي بتاعنا الكل سعيد سواء في المنطقة العربية أو الأشقاء في فلسطين اللي يعني السوشال ميديا جايبة فيديوهات النهاردة الصبح وهم وأول صلاة فجر للأشقاء في المسجد الأقصر بعد وقف إطلاق النهار لو تعرفي حجم السعادة أنا كمصري الناس عمالة بتهتف في غزة وفي القدس بيهتفوا بإسم الرئيس عبد فتح السيف إزاي بيهتفوا المصر إزاي الحقيقة يعني مش رد أقول لك الأدرناليين في الجسم سعيد إزاي وانت حاسة أن مصر بترجع تاني وبقوة صحيح هذه نقطة غاية في الأهمية سيادة اللواء وأيضا عندما نتحدث عن الدور المصري وبكونك سياسي كما ذكرت منذ قليل كيف رأيت مسألة المبادرة المصرية في تبني إعادة إعمار غزة بقيمة 500 مليون دولار في هذا التوقيت وأيضا بسواعد مصرية نتحدث عن شركات مصرية متخصصة في المجال كيف سينعكس ذلك يعني خليني أقول للحضراتك أن دي برضو نقطة قوية جدا ونقطة مؤثرة أن الرئيس قدم المبادرة فيها خمس نقاط أولا عربيات الإسعاف اللي راحت نمرة اثنين لنقل المصابين والجرحة فتح المعادر بعد كده كان فيه عربيات احتياطي إسعاف احتياطي إمداد المساعدات وأخيرا وهو رقم يعني لو تعلمون عظيم يعني إحنا الدولة المصرية ليست في حالة طرف ولكن قيام الرئيس بتقديم دعم 500 مليون دولار وبوضة الشركات والإيادة المصرية هذا أمر شديد الأهمية للأشقاء لأنه هيخلي البنية الأساسية والبنية التحتية وعملية إعادة الأعمار تتم بشكل جدي وليس بالأشكال أو بالصور اللي مرت المرات السابقة اللي كانت بعض الدول بتعلن عن مساعدات ولا يتم إيصالها أو عندما تصل إلى المستفيدين الحقيقيين ولكن إن الشركات المصرية تقوم هي بالإعمار بعادة الإعمار ولصالح المواطن الفلسطيني المتضرر فهذا شيء محمود وبأكد على حضرتك وكل المصريين يفرحوا وكل المصريين يحسوا بالفخ إن الأشقاء في فلسطين فاهمين كويس يقولوا الأول مرة المساعدات هتوصل للمواطن المتضرر تضرر فعلا اللي بتتهد أو المستشفى اللي اللي تضررت من القصف أو المنشآت الحيوية اللي تضررت من عملية القصف الإسرائيلي الغاشم اللي بتدنها كل الأعراف والقوانين الدولية واللي كانت لا تتأثر ولا يعني بالعرب هم ما بيسمعوش كلام حد سمعوا كلام مصر القوية سمعوا كلام مصر اللي وقف على رجليها سمعوا كلام مصر عشان مصر في وضع يسمح لها إن هي تقول كفاية لغاية كده قصر وتبعت وفدين وفد لي هي الفلسطينية وفد لي إسرائيل عشان يحصل تفاوض لسبيل الحل النهائي وهذا هو سؤال الأخير سيادة اللواء مسألات الوفدين الأمنيين المصريين الذين سيزوران رمالة وتل أبيب في هذه الأثناء ما المخرجات المتوقعة في المرحلة ما بعد وقف إطلاق النار شوفي السيد الرئيس الحقيقة وهو باريس في أثناء اللقاءه في المؤتمر بتاع دعم التنمية في أفريقيا ودعم السودان وده كان برضه أيضا حدث طيب جدا عمل تصريحات في منطع القوة لصالح القضية الفلسطينية وقال إن لابد من إنهاء الأزمة المزمنة والصراع المرير للقضية الفلسطينية وإنه ده هيوقف نزيف الدم المستمر من كلا الجانبين لما يقول الكلام ده وهو في محفل عالمي وفي وجود الرئيس ماكرون الحقيقة كان ليه تأثير شديد وبالتالي تم التوافق على إرسال وفدين أمنيين واحدة يروح للسلطة الفلسطينية فرام الله واحدة يروح لتل أبيب عشان نحاول نوجد بنود للاتفاق وتكون في صالح جميع الأطرار وتكون أعتقد أنه هيكون في بعض الاتفاقات الخاصة به هدنة طويلة الرئيس تحدث أيضا عن إقامة حل إقامة دولة فلسطينية مستقلة الرئيس تحدث عن كامل الحقوق للأشقاء في فلسطين والأشقاء أيضا يسمينه هذه التصريحات وبيعتبر أنه أول مرة يتم فيها تصريحات حقيقية قابلة للتنفيذ وليست تصريحات الميكرافونات التي كانت تصدر قبل أشكرك شكرا جزيلا ضيفي اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن على كل ما تفضلت به من معلومات